من الشهادات الجامعية إلى مرحلة الدراسات العليا يتسلل الفساد عبر الجامعات الأهلية التي لم تكتفي بتمرغ سمعة الشهادة الجامعية بالأرض وإنما تعدتها إلى مرحلة الماجستير والدكتورة في زمن يرأس فيه وزارة التعليم العالي قيادي ميليشيوي مثل نعيم العبودي وزارة التعليم العالي في العراق تتخذ خطوات حثيثة لتسريع فتح الدراسات العليا في الجامعات الأهلية من دون اعتبار للمشكلات التي تأصلت في بنية التعليم الأهلي الذي أصبح مشكلة إضافية في جسد النظام التعليمي وحالة ينبغي مراجعتها ولقوف عندما حققته من نتائج وما أفرزته من سلبيات خلال المرحلة الماضية ولعل أخطر ما أفرزته سنوات النمو غير المتوازن وغير المحوكم في التعليم الأهلي هو تسريع عملية التعليم العالي إذ تحولت الكليات والجامعات الأهلية إلى دكاكين لمنح الشهادات في مختلف التخصصات من دون اعتبار لمحتوى المقررات الدراسية وأهدافها واستراتيجياتها افتتاح دراسات علية في الجامعات الأهلية يقود إلى مسألة تسليع التعليم بتحويله إلى سلعة محكومة بقواعد العرض والطلب والمنفع والكلفة التي تنطبق على السلع الاعتيادية والذي يعني أن رغبات المستهلكين أي الطلبة هي التي توجه قرارات المنتجين من جامعات وكليات أهلية فأصبحت هذه الجامعات تتسابق في تلبية رغبات الطلبة من حيث سهولة المقررات والتساهل في التغيب والتقويم غير المبني على اعتبارات موضوعية في منح الدرجات التحصيلية في المواد الدراسية إخضاع قطاع التعليم لقانون المحاصصة السياسية مكن الفساد من التغلغل في جميع مراحله حتى انخفضت جودة التعليم وبدأت الجامعات الأهلية تخرج طلابا غير مؤهلين للانخراط في الحياة التنموية فضلا عن جهلهم بأبجديات المعرفة في المجالات التي تخرجوا منها ترجمة نانسي قنقر